شو هي المادي للحصول على الجنسية الألمانية أو شو هني أهم شروط للحصول على الجنسية الألمانية وأهم الاستثناءات يعني فيني أقدم طلب عنه بعد ثلاث سنوات أو بعد ست سنوات للحصول على الجنسية الألمانية بهذا الفيديو إن شاء الله رح وضح كل هالأمور هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شارسلان وبهالفيديو هذا اليوم إن شاء الله رح اشرح أهم أو اذكر أهم شروط الحصول على الجنسية الألمانية طبعا الشروط للحصول على الجنسية الألمانية إنه إنه فيهم استثناءات بس الشروط هني ستة للحصول على هالجنسية هاي ننتقل بدون أي تأخير للشرط الأول الشرط الأول هو إنه الواحد يكون عنده المام ومعرفة كافية باللغة الألمانية ولازم الواحد يرفق أدنى شي شهادة البي آينس يعني إذا كانت مثلا أعلى بيكون أفضل بس إنه الشي المطلوب منك هو أو مطلوب منكم يعني هو البي آينس طبعا هذا الشي أقول إنه مطلوب منكم طبعا هذا الشي بيشملني أنا كمان ننتقل هلا للشرط الثاني الشرط الثاني هو إنه الواحد ما يكون مرتكب جرم جنائي أو محكوم عليه حكم محكمة طبعا هذا الشي بيستسنى المخالفات البسيطة مثل مخالفات أطاعي شرط مرور وهي حمرة أو مثلا مخالفات الباس أجزاء الواحد كان طالع وما معه الفاكاته أو مخالفات القطار يعني هي مثل باس هاي بيسموه هون مخالفات بسيطة في حال صار وإنه الواحد كان عنده جرم جناية أو محكوم عليه حكم محكمة لازم يستنى الفترة المحدودة لكل حكم أو للحكم يعني أو الجرم اللي هو مرتكبه لحتى تسقط عنه أو لحتى يسقط عنه هالجرم هذا أو الحكم فيه مثلا جرم لازم يستنى الواحد سنتين جرم ثلاث سنوات وإلى آخر حسب الجرم اللي هو مرتكبه طبعا بعد ما تنتهي هاي الفترة فيه الواحد بعدها يرد يقدم طلب للحصول على الجنسية الألمانية منتقل هلأ للشرط الثالث الشرط الثالث وهو يعني مهم كتير لازم أنه الواحد يكون مقيم ثمانة سنوات بألمانيا وخلال هالثمان سنوات دول لازم الواحد يكون عنده إقامة مصرح فيه أو معترف فيه من قبل الحكومة الألمانية وأنه يكون خلال هالثمان سنوات دول حاصل على إقامة دائمة اللي هي أم بفغستة أوفنت هالتس إلاوبنس أو أنه مثلا تعرفون أنه أول ما يجينا لهون عطونا الأوزفايزات الخضرة هاي اسمها أوفنت هالتس كشتاتونك طبعا هاي كانت يعني معترفية بالدولة يعني كنا نمشي على أساسها هاي الإقامة كمان معترفية والفترة المحدودة اللي كان الواحد حاملها هاي كمان بتدخل بالحسبان أما طول الفترة اللي ما كان الواحد مثلا عنده إقامة أو أي شيء هاي الفترة ما بتدخل بالحسبان ننتهي الآن للشرط الرابع الشرط الرابع هو أنه لازم الواحد يكون قادر على إعالة نفسه إعالة عائلته يعني إذا كان زلمة لازم يقدم أنه هو وثيقة أو يعني إثبات أنه هو قادر على إعالة نفسه إذا كان عنده مثلا أطفال أو إذا كان عنده مرأة قادر على إعالة لائلة كمان أو بالعكس مثلا إذا كان مثلا الزلمة أنه مثلا عنده مرض معين ما فيه يشتغل أو مثلا أنه هي عم تصرف عليه مثلا هو عم يدير باله على الأولاد مثلا ما بتعرفوا هون أنه يعني عادة أنه المرض يشتغل والزلمة يدير باله على الأولاد أو بالعكس يعني المرض يدير باله على الأولاد والزلمة يشتغل الشيء الأهم أنه لازم الواحد يكون دائما إذا عنده طفال صغار أنه يدير باله عليهم بالبيت طبعا هذا الاسبات لازم انه ما يكون يعني انه مية بالمية طبعا هذا الشي بيستسنى الاشخاص دون سن الثلاثة وعشرين يعني هدول الاشخاص اللي عمرهم اسا ما صار الثلاثة وعشرين فيهم يقدموا مثلا اسبات كاععالة نفسهم مثلا انه هني عم ياخدوا صحيح انه عم يشتغلوا بس انه عم ياخدوا مثلا اعانة البطالة رقم سباي او فون جيلد مثلا او الميتي جيلد من الجوب او من مثلا اجنتوفي عبايت والاخرية طبعا الاشخاص دون سن الثلاثة وعشرين لازم ما يكونوا بيحصلوا على اعانة البطالة رقم اثنين اللي هي عبايت سوزن جيلد سباي او عبايت سوزن جيلد اين طبعا هاي الابايت سوزن جيلد سباي واينس تفرق لانه الاينس هي تاخدها نتيجة فقدان عملك طالما انتي كنت عم تشتغل بشركة لمدة سنة ويعني فقدت الشغل تبعاك فيك تروح تسجل بالاجنتوفي عبايت وبعدها بيجيك سبتين بالمية من المبلغ اللي كنت تاخده بالشغل يعني اذا كان مثلا الفين يورو فيك تاخد مثلا اه 800 يورو والاخري حسب الراتب اللي كنت انتي عم تاخده ننتهل للشرط الخامس الشرط الخامس هو القسم على احترام مبادئ الدستور الالماني والتعهد باحترام القانون الالماني طبعا لازم الواحد بهالحالي كمان يكون عنده معرفة ملمة بالقانون الالماني او بالدستور الالماني وطبعا شرط اساسي كمان لازم انه الواحد يقدم شهادة الليبن ان دويشلاند او الاغينتيقونكس كورس هاي كورس الاندماج او الليبن ان دويشلاند الحياة في المانيا هذا الكورس متألف هو مثلا 310 اسئلي 300 سؤال لالمانيا عامة و10 اسئلي للمقاطعة اللي نحنا قاعدين فيها طبعا بالفحص او بالامتحان بيجو 33 سؤال 30 سؤال لكل المانيا و3 اسئلي للمقاطعة اللي نحنا عايشين فيها فاذا جوابنا على 17 سؤال من هالاسئلي هاي منكون بهالحالي تخطينا الامتحان وقتا فينا نرفق الشهادة كاسبات انه نحنا تخطينا هذا الامتحان وعننا يعني معرفة بالقانون الالماني والدستور الالماني وشو الواحد هون لازم مثلا على شو لازم ينتبه الواحد وشو الحياة يعني كيف ماشي هون وشو الواحد لازم ما يعمل وشو هون العواقب والاخير والواجبات يعني انه من هالحكي هذا انه القانون والدستور الالماني وكيف الواحد بيقدر يندمج بالمجتمع الالماني بشكل سريع ننتقل هلا للشرط السادس والاخير الشرط السادس والاخير هو انه الواحد لازم يتخلى عن جنسيته الاصلية طبعا هذا الشيء بيستسنى بعض الدول بالاتحاد الاوروبية لانه هون في كتير دول ما بتعرض انه مثلا مواطنية يحملوا الجنسيتين الجنسية الاصلية والجنسية الالمانية بس بالمانيا للأسف انه المانيا ما تسمح بازدواجية الجنسيتين يعني اذا كان الواحد الا اوكراني او روسي لازم يتخلى عن جنسيته الروسية لحتى ياخد الجنسية الالمانية في بعض الدول كمان استثناءات من بيناتهم سوريا يعني مثلا انه هني ما انه عنا بسوريا بتعفونته انه الواحد ما بتسقط عنه جنسيته حتى لو هو قدم طلب او حتى يعني هو برغبته ازا قدم هالطلب هذا الطلب هذا بيطول سنين وسنين هاي ازا وصل الرد يعني خلال يعني سرعة كافية او خلال فترة معينة بقى لهيك انه من صعوبة اجراءات التعقيدة لهيك انه بياخدوا هني انه هالقرار هذا انه هالدول هاي مسموح يعني المواطنية الزواجية الجنسيتين هلأ مننتقل لل الاستثناءات اللي هني اول استثناء انه الواحد فيه ياخد الجنسية الالمانية بعد الثلاث سنوات ازا كان هذا الشخص ازا كان شاب يعني متزوج مثلا من بنت المانية وهالبنت الالمانية هاي معها جنسية او مثلا ازا كانت من خارج المانية يعني اجنبية بس مع الجنسية الالمانية فيه ياخد على هالاساس هذا الجنسية الالمانية طبعا كشرط انه هو سنتين مضى على هالزواج هذا يعني نفترض انه التأهوي والبنت يعني ب 2015 لازم اه يستنى مثلا فترة سنتين من تاريخ الزواج يعني نفترض انه تزوجه بواحد واحد 2015 بواحد 2017 فيه يقدم على الجنسية الالمانية و اه شرط كمان تاني هو بعد ست سنوات للطلبي يعني هذا اكتر شيء وللاشخاص يعني اللي بي اسبتوا وجودهم هون كمسلا اه تعلموا للغة الالمانية بشكل سريع مثلا مثل مثلا بدال ما يرفق شهادة البيانز برفق شهادة مثلا بيت اه او مثلا بدال ما يرفق اه شهادة اه عمل او حسن سلوك مثلا من اصل 18 بيقدمها 33 ولاخري انه يقدم مثلا هو كوي اسباتات انه تثبت انه هذا الشخص عن جد مندمج بالمجتمع الالماني بشكل كبير ومن اكتر الحالات اللي بتصير هون انه الواحد اللغة والشغل انه الواحد مثلا عم يدفع ضرائبه وعم يشتغل وعنده عقد مفتوح هذا الشخص عنده استثناء انه بعد ست سنوات فيه يقدم على الجنسية الالمانية هذا كان كل شي بيتعلق بفيديو اليوم بتمنى انه قدرت تساعدكن بهالفيديو هذا ولا تنسونا مدعاكن وشوفكن بخير ان شاء الله بدروس الجاي مع تمنيات للجميع التوفيق في امان الله